اشتركوا في القناة أبناء أعزاء المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام اللهم أمين أمين دائما مع برنامجكم يا نشأ وفي هذه الحلقات هذه الدروس سنتكلم إن شاء الله تعالى في بعض أحكام الصيام وآدابه التي تخصكم أنتم أيها الأبناء أيها الأطفال تكلمنا في الدروس السابقة عن متى يجب الصيام على الطفل وقلنا بأن قبل وجوبه قبل وجوب الصيام على الطفل لابد على الوالدين أن يعود ولدهما أو أولادهم على الصيام تدريبات وتشجيعات وتعليم وتوجيه من أجل أن يصوم قلنا بأن يصوم ساعات إن لم يستطع يصوم ساعات في اليوم وإن استطاع يصوم اليوم كله هذا رمضان نعلم فيه الأبناء النشاط والصوم والصلاة وقراءة القرآن الكريم ونهتم بهذا النشأ نحن نهتم بكم ونوجهكم ونعلمكم من أجل أن تكونوا صالحين في مجتمعكم مصالحون لمجتمعكم ولدينكم ولأمتكم اليوم إن شاء الله تعالى نكمل حديثنا يعني فيما معناه عن الاهتمام بالولد وكنا قد تكلمنا في الدروس السابقة كذلك عن تعليم الولد القرآن الكريم خير الزاد القرآن الكريم هو الحياة هو الدنيا هو الآخرة هو كل شيء لذلك الوالد يكون وليده لا بد أن يتعب معه ولا بد أن يكونه على حفظ كتاب الله عز وجل وأن يكون من الممتازين معنا الآن عبدالصمد هذا الولد الصغير يحفظ يعني ثلث القرآن الكريم يحفظ ما يزيد عن العشرين حزب الحمد لله أبوه يحرص عليه بشي يعلم به يحفظ ومعنا كذلك الذي ختم القرآن الكريم طفل كذلك معكم والحمد لله إذن فلا بد أن تقبلوا التشجيع لما يشجعك باباك على حفظ القرآن الكريم لا بد أن تقبل ولا بد أن تسمع وتستمع لأبيك من أجل أن يذهب بك إلى الكتاب إلى الجامع إلى الشيخ باتتعلم وتحفظ وما تلعبش اللعب عنده وقت ليست الحياة كلها لعب وإنما كان وقت فقط لابد أن تسعى ودل في بالك أن تكون أنت الأول دائما كان هارون الرشيد هذا أحد خلفاء المسلمين في الدولة العباسية كانوا عنده أولاد كان عنده المعتصم وهذا المعتصم لما مات هارون الرشيد جاء المعتصم خليفة على المسلمين المعتصم هذا لما كان لما كان يذهب إلى الكتاب هو صغير كما توم كان من حب الشروح في يوم الأيام قال له أبوه هارون الرشيد رحمه الله قال له وين هو صاحبك لما تروح معاه تقرأ معاه في الجامع قال له مات واستراحة من الكتاب مات وتهنى من الجامع يعني هو مشحب مشحب يروح يقرأ كأنه رايح هو كاره لما سألوا باباه على صاحبه وقال له صاحبك وينه قال له مات مات وتهنى من الأقرايا كأنه هو رايح للأقرايا بالسيف قال له باباه هارون الرشيد المعتصم هذا قال له كيف ملتا ماكش حاب تروح قال له مانيش حاب قال له ما تروحش ما رحش انهار ليولى خليفة هذا المعتصم يحكم في المسلمين أكل هو الخليفة هو الأمير هو الحاكم كان يلحن ما معنى يلحن يخطأ في اللغة العربية يخطأ في اللغة العربية ويخطأ في الآية وفي الحديث وموش حافظ وكذا فكان يعني يندم يندم اللي ما قرهاش يندم قال لك كنت صغير وكان عندي الوقت و وش عادي يقول عادي يقول أذر بنا حب هارون يعني بابانا كان يحبنا بزاف ويعطف علينا وقلنا ولداتي وش تحوسوا نعطيكم وكذا يدلهم في البحبوحة يدلهم في رايهم فالعوض الأب هذا يقول البابا همشي ويدديه يقرأ انت اللي تعرف صلاح وليدك الولد الصغير ما يعرف صلاحه اللي يعرف صلاحه صلاح الابن هو الأب هي الأم هي اللي توجه هذا الطفل هي اللي تبعثه هي اللي تقوله أحفظ هي اللي ترعاه كما كانت أم البخاري رحمها الله ورحمه الله هذا البخاري كان شاب صغير كانت أمه تقوم الليل وتصوم النهار وتدعو الله عز وجل أن يكون ولدها البخاري يكون عالم جليل وفعلا أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري مولى ستة عسناء أصبح عالما حفظ الدنيا كل لا لأن الوالدين هذا المعتصم أخوه الأمين والمأمون كانوا يحفظوا كانوا يقرأوا مليح لكن هو يعني كان يلحن فيه وكان يقول لقد أذر بنا حب أبينا يعني بابانا كان يحبنا هاي فخلانا خلاني أنا من أقرهاش من الحب انتهاء يعني يحبي الأب هذا يعطف على وليده حتى وليده يقول له بابا من أقرهاش يقول له هي هي وليدي ما تقرهاش يقعد يقعد لا هذا خطأ لازم يقرأ لابد أن ما تحزنش لوليدك وليدك لما يتعب تشوفه نعز تعود تعب بالقراية محبش يروع لازمك أنتايا تصبر على هذا الشي لازمك تقول له أقرأ ما تحزنش عليه كي يتعب هذه العاطفة عمياء لا تنفع الأولاد تعطيه الهاتف تعطيه التليفون يقعد يلعب به تفسد له الشبكية منتاعه عينيه الوقت يصبح الصباح تعبان ما يروح يقرأ يروح متخلف أو ينام في القسم علىه لأنه ليه الكامل ويلعب بالهاتف هذه العاطفة عمياء بالعكس بشترح مليدك لابد أن ترغمه على الحفظ وعلى القراءة لازم ترغمه واتبه كان كان وحد الشيخ عنده ولاده وعنده بنته الكبيرة فيهم طفلة هذه الطفلة كان يديها يديها الجامع يديها الكتاب بش تحفظ بش تحفظ القرآن وتحفظ الحديث وكذا كانت هي تقول يا أبتي لماذا تفعلوا بي هذا رهم صحاباتي ما يروحوش يقرأوا معها دي ممريحين ممش تعبانين وهي تعبانة يديها الجامع ويجيبها العشية تخرج من المدرسة يديها الكتاب يعني تقرأ في مدرستين المدرسة العمومية ومدرسة الجامع الكتاب تحفظ تقول يا أبي أنا تعبت صحاباتي نهار وطولهما ما همش تبع تعبانين وانا نقرهنا ونقرهنا بزا فعلية ويا بابا لها رك الدل هكذا تم معاها معاها حتى نحفظت قرآن الكريم حفظت وراح للجامعة صفحة تدعي الباباها صحاباتها كل مش حافظين والقرآن يتاح مضعاف فيها وهي تعينت هي الأولى في الجامعة دائما تقول جزاك الله من والد خيرا يعني دائما تدعي الباباها تدعي الباباها في صلاتها في الدعاء انتاحا في كل وقت وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا إذن فكانت دائما تدعو الأب انتاحا بالخير وكذا إذن نفهم من هذا أنه إذا فرض عليك الأب انتاعك باش تحفظ القرآن باش تروح للمسجد باش تروح للكتاب لا تعصي تعصيش لازمك تسمع و لازمك تروح للكتاب و لازمك تحفظ و متكفرش من لعب إذا أخذك أبوك إلى الكتاب فاذهب ولا تلعب عنا نشوف في بعض الأولاد رهم يجيوا عندنا المسجد ما شاء الله مثلكم أنتم يجيبهم أولياء التوحم يجيبهم والديهم للمسجد ما شاء الله يحفظون و يتعلمون وهذا هو الواجب لأن الزمن الزمن في الدنيا هذه قصير ينتهي مباشرة خاصة الوقت انتعكم أنتم و أنتم صرار هذا الوقت هو الذي الله عز وجل يويسر فيه الإنسان للحفظ بفهم إذن لا بد أن نسعى من أجل الحفظ الجيد و الاستماع و إلى لقاء آخر نسأل الله عز وجل أن يجعلنا و إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه و رمضان كريم إن شاء الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر